شابتر 25 بيتكلم في الجزء الاولاني من الستاتيستيكس و 26 بيتكلم في الجزء التاني الجزء الاولاني بيتكلم عن المين والمود والميدين والستاندر دبييشن والمرجن اف ارر والكونفيدنس لفل والتاني بيتكلم عن السامبلينج والسورفي وكذا طيب هل يبتدي كلام دلوقتي بس هو انا شايفة بصراحة ان هو مشارح انف في الحتة دي يعني فيه حاجات كتير مش ذاكرها وهي حاجات مهمة وبيجيه لها اسئلة هو يعني شارح شوية حاجات بسيطة وحطت examples عشان يوضح اللي هو عايز يقوله بس انا مش شايفة اللي هو حطه ده is enough فانا عاملة file انا من عندي مزودة طبعا في حاجات كتير فهنتكلم عليهم ونبص في examples اللي هم اللي في الكتير اول حاجة لازم عنافها ان انا عندي set of data عندي شوية ارقام كده list of numbers والمفتوض ان ال numbers دول هم ال data اللي عندي ال data اللي عندي دي لو انا حبت اعملها هل هتطلع normal distribution ولا هتطلع skewed ما هو عندي يا normal يا skewed طيب يعني ايه normal ويعني skewed normal يعني معناها ان انا لما حطها على graph هتبقى واخدة bell shape bell shape اللي هو المنظر ده شكل الجرس تمام؟ طيب يعني ايه برضو bell shape؟ يعني symmetrical يعني مقسومة نصين الدتة مقسومة نصين عندي المين اهو في النص المتوسط المين اللي هو قد الميديان قد المود 50% من الداتة موجودة قبل المين و50% من الداتة موجودة بعد المين لو حصل كده يبقى الداتة اللي عندي دي سيمتريكل وساعتها المين هيبقى الد الميديان هيبقى الد المود تمام الاتنين الأطراف اللي عجنب دي بسميهم تيلز بسميهم تيلز ديول يعني تمام دي النورمال ديستربيوشن في حاجة كمان بالنسبة للنورمال ديستربيوشن ان لو احنا بصينا على 68% من من الداتة هنلاقيها بتقع within one standard deviation يعني ايه الكلام ده يعني انا عندي المين اهو لو زودت على قيمة او نقصت على نفس القيمة اللي هي one deviation يبقى هنا plus one deviation وهنا minus one deviation هيديني القيمة اللي هنا دي القيمة دي مع القيمة دي يعني بيقولي interval كده الانترفل ده بيقع فيه 68% من الداتة اللي عندي طيب لو جيت عند المين وزودت هنا بدل ما زود واحد زودت اتنين يبقى هنا هنقص اتنين وهنا هزود في المنطقة دي هزود اتنين يبقى من بعد المين هزود اتنين ونقص اتنين يبقى المنطقة دي كلها بيقع فيها 95% من الداتة طيب لو جيت عند المين وعملت كده زودت النحية دي نقصت من النحية دي قصدي 3 standard deviation وزودت من النحية دي 3 standard deviation يبقى الانترفل الجديد ده اللي هو ده بيقع فيه 97 99.7% 99.7% من الداتة بتاعتي بتقع في هذا الانترفل اللي هو standard deviation mean minus 3 deviation ومين plus 3 deviation ده الانترفل بتاعي تمام دي اسمها قاعدة 68 95 99.7% مفروض 68 دي تكون 0.3% لان المفروض كلهم بيكملوا للهوندرد برسنت يعني مفروض دي 68.3 dash 95 dash 99.7% ده distribution بتاع المين وزائد deviation 1 أو 2 deviation أو 3 deviation تمام طيب لو الجراف اللي عندي أو الداتة اللي عندي مش normally distributed يعني يعني no skewed طب لو هي مش normal distributed يبقى احنا قلنا في حالة normal هيبقى عندي المين والميدين والمود قد بع وشكل الجراف هيبقى symmetrical زي كده symmetrical يعني symmetrical around mean around المين يعني ما قبل المين قد ما هو بعد المين ده معنى الميد symmetrical symmetrical according to the mean طيب لو الجراف عندي بالشكل ده أو بالشكل ده طالما مش symmetrical يبقى skewed يعني ما يل في اتجاه احد الطرفين احد الطرفين الطرف ده أو الطرف ده يبقى لو هو skewed ناحية الطرف اليمين يبقى اسمه skewed to the right لو هو ماي لناحية الطرف الشمالي يبقى هو skewed to the left طيب what does this mean if it's skewed to the right يبقى المين هيكون اكبر من المود المين هو والمود هو والميد طبعا في النص يبقى هنا عندي المين اكبر من الميد واكبر من المود لان المود الميدين في النص فلو المين اكبر من الميد والميد نفسه اكبر من المود يبقى ايضا المين اكبر من المود تمام فحنكتبها كده مين bigger than median bigger than mode وده في حالة skewed to the right في حالة skewed to the left هتبقى نفس بالزبط دول بس العكس هجيب المود في الاول والميد على طول بيبقى في النص والمين هنا وحط نفس العلامة دي في حالة skewed to the left في حالة skewed to the left الميد هو اللي اكبر في حالة skewed to the right بيبقى الميد هو اللي اصغر يعني المين هو اللي اكبر تمام موضوع ده مهم جدا لانه بيحلي مسائل كتير بمجرد ان انا اعرف انه skewed مش محتاج اعمل ساعات بيبقى مديني حاجات اقدر بيها احسب واضطر رضايع وقت واحسب واعرف انا من الارقام ان مين اكبر من الميد في حالة skewed right وساعات ما بيدينيش اساسا ارقام فانا ساعات هتصرف ازاي يعني لو اداني ارقام وانا مش عارف الرول بتاعت skewed هحسب هشوف مين اللي اكبر وحدد انما لو مش مديني ارقام وعايز احدد مين فيهم اللي اكبر ساعتها انا مضطرة بقى ان انا احفظ الرول بتاعت skewed اللي احنا استقاعدين عليه فلو انا حفظتها انا كده بساعد نفسي حتى لو هو مديني ارقام بساعد نفسي ان انا اوفر على نفس وقت ان انا اعمل الكالكيليشن للمين والميدين والمودع شاعة مين اللي اكبر وفي نفس الوقت لو اداني المسألة من غير ارقام يبقى هو عايز اني اجبار يعرف الرول دي طيب عرفنا حكايات skewed بيبقى الميدين هو اللي اكبر بيبقى المين هو اللي اكبر طيب ده معناه اي بقى فعليا يعني على سكيو تو رايت يبقى ده معناه ان فيو فاليو لان هنا القيم هنا قليلة فيو فاليوز فاليوز من الداة يعني لان انا عندي في التجاه البوزيتيف انفينيتي يعني انا مثلا لو عندي هنا داتا تلاتين يبقى هنا عندي داتا مية وعشرين مثلا بس المية عشرين دول قليلين ما فيش منهم كتير هنا في منهم كتير يعني لو احنا قلنا ان الواي هنا دي الفريكنسي التكرار هنقول مثلا ان دي اتنين ودي خمسة الخمسة عبارة عن تلاتين قيمتهم تلاتين واتنين بس قيمتهم مية وعشرين يبقى عندي في يو فاليوز are لرج زن زرست ده في حالة وطبعا skewed to the left exactly the opposite بمعنى ان انا لو عندي المين is much smaller than the median يبقى اذا انا skewed left skewed left ازاي نفس الرسمة اللي هرسمها دي بس في الاتجاه الاخر اللي هو كده skewed to the left skewed to the left يبقى انا عندي هنا الميديان الميديان هنا في ناحية positive infinity والمين هنا يبقى الميديان اكبر الميديان كده اكبر من المين تمام يبقى لو ده حصل هيبقى عندي هنا few values هنا few values are less than the rest اقل من البقية طيب في حالة ان المين والميديان يبقوا قريبين من بعض قريبين من بعض يعني almost symmetrical فهيبقى عندي graph هيبقى bell shaped bell يعني جرس يعني يبقى المنظر ده فبالتالي هتبقى normally distributed مش هيبقى skewed اصلا تمام وده example بقى عملي على السؤال ازاي بيجي في الامتحن في النقطة هو هنا بيقول لي المين المين 165 الميديان 125 يبقى disquewed to the right عشان المين اكبر هرسمها كده تمام وده المين بتاعي وده الميديان بتاعي 125 تمام ال values اللي هنا دي هتكون هتكون مثلا 200 او 300 بس دول قليلين يعني few values valued قيمتهم more than the rest بيقول لي هنا there are few homes that valued much more than the rest هو فعلا في few قليلين جدا ال houses او ال homes المنازل اللي سعرها فوق 165 موجود شوية منازل كده صغيرين قيمتهم اعلى من 165 بس دول قليلين العدد بتاعهم قليل تمام عرفت منين عرفت لان المين اكبر من المدين وده معناه ان ال data are skewed to the right وطالما skewed to the right يبقى انا عندي the deal is gone dha عبارة عن data homes بس value بتاعتهم قاقيمة كفلوس اقل من البقيين بس دول قليلين جدا قليلين البيوت اللي سعرها اكتر من 165 قليلين كعدد شؤاء يعني يعني الشؤاء اللي value بتاعها اعلى من 165 اللي هي المين دول قليلين جدا يبقى هنا عندي few homes are valued much more than the rest ده عشان انا ايه عشان انا عندي المين اكبر من الموت اكبر من الميدين قصدي طب لو عندي العكس لو نفس المسألة دي بالضبط بالضبط بس كان قال لي هنا بدل ما يقول هنا مين قال لي الميدين وبدل ما يقول هنا ميدين قال لي المين يعني عندي الميدين اكبر من المين ساعتها كنت عامل skewn ناحية تاني وكنت ساعتها هقول ساعتها هتكون الاجابة بي تمام فيمنا بقى الوضع عامل ازاي اول حتة دي بيجي فيها سؤال ازاي تمام فانا لازم اكون عارفة حكاية ال skewness واعرف skewn وزا left معناها ايه عشان اعرف اجاوب سؤال زي ده طيب هنا بقى بيشرح بقى بالتفصيل يعني ايه مود وميديام ومين ويعني ايه رينج وستاندر ديفياشن المود والمين والميد دوله حاجة اسمها او بنقول عليهم او دول بنقول عليهم او يعني مدى بتاع الداة اللي عندي هل الداة اللي عندي كلها قريبة من بعض ولا فيها تنوع مدى التنوع اللي موجود في الداة يبقى انا دلوقتي لو عايز اقيس المجر اف سنترل تندنسي بقيس مود او ميد او لو عايز اقيس المجر اف الداة او تنوع الدات عمل ازاي بقيس الرينج وال تمام طيب نيجي نتكلم بقى عن المين المين هو الافرج الافرج اللي هو السم اف زا داتا اوفر دا دا المين الميد يعني لو الدتا عندي 11 11 رقم هيبقى عندي عشرة النحية دى والميد هايبقى η هو الرقم 11 من نص يعني انا هنا عندي 10 10 وده 11 وبعدين عندي 10 كمان لازم الميد يكون عدد الداة اللي قابله قد العدد الداة اللي بعده تمام ده الميد طبعا انا هنا عندي انا قلت هنا هم أساسا 11 data فقلت 10 يمين و 10 أشمال وهو الـ median هيبقى هو اللي في النص تمام طيب what if الـ data اللي عندي ما كانوش 11 كانوا 12 يعني even number لو كانوا 11 ده good هيبقى 10 النحية دي 10 النحية دي والرقم 11 هو اللي هيكون الـ median طيب لو هم 12 لو هم 12 يبقى عندي 6 النحية دي و 6 النحية دي وما فيش حاجة في النص فأنا هاخد الرقم السابع والرقم الثامن لا هيبقى عندي هنا 5 وهنا 5 وهنا 6 و 7 هاخد السادس والسابع أجيب الـ average بتاحه ويبقى هو ده الـ median بتاعي تمام طيب المود بقى المود هو المود هو اللي موجودين يعني مثلا لو أنا قلت الـ data اللي عندي 1 2 2 3 3 5 7 9 المود عندي هنا هو لأن هي مرتين طب لو عندي 1 2 2 3 3 3 3 5 7 9 السري عندي متكررة والتو متكررة بس اللي متكررة أكتر هي السري بقى المود بتاعتي هي السري تمام طب لو أنا عندي الـ values كانت كده 1 2 2 2 3 3 3 يبقى عندي عندي حاجة اسمها باي مودل باي مودل data يعني الـ data اللي عندي دي لها 2 مود باي يعني 2 المود هو 2 and 3 اللي اثنين يعتبروا مود عندي تمام يبقى دي اسمها باي مودل data باي مودل يعني عندي اثنين مود مش مود واحد بس للـ data اللي عندي دي دي اسمها باي مودل data طيب بتحصل طبعا طيب يبقى المود is a good measure to use in case of a categorical qualitative data اه هنا ننسيت أقول حكاية الـ outlier طيب يعني ايه outlier أصلا outlier يعني مثلا لو أنا عندي data 1 2 4 6 50 الـ 50 دي بعيد خالص عن الباقي الباقي واحد واتنين واربعة وستة وبتاع إنما دي خمسين بعيد قوي عن الباقي فدي بنسميها outlier الـ outlier ما بيأسطرش في المين في الميدين قد ما بيأسطر في المود يعني أنا هنا عندي 1 2 3 4 5 دور 5 خمسة data الـ medium بتاحهم أربعة تمام لو أنا شلت الـ 50 دي وحطت بدلها مثلا عشرة يعني لو أنا خفطت في الـ outlier كلتها عشرة مش هتأسطر في الميدين في حاجة تمام يبقى الـ outlier ما بيأسطرش قوي في الميدين قد ما بيأسطر في المين طيب يبقى في حالة وجود outlier آني واحد من الماجرز of central tendency هو اللي اعتمد عليه قالك في حالة وجود outlier لا تعتمد على الميدين ولكن اعتمد على المين لأنه أقل تأسر بالـ outlier وفي حالة عدم وجود outlier يفضل أنك تعتمد على المين أكتر من الميدين وفي حالة الـ quality data اعتمد على المود أكتر من غيره المود هو الأفضل على الإطلاق في حالة الـ quality data أما الـ median والـ mean هم الأفضل في حالة الـ quantitative data الـ quantitative اللي هي يمكن حصرها كأرقام إنما الـ qualitative دي حاجة معنوية يعني لا تحسن لا تخصى مش بنقدر نعدها كأرقام يعني مثلا هنا بديني example بيقولي if each student records records his or her favorite color الـ color اللي هو يعتبر الـ category ده listed most often يعني الـ color اللي هيبقى اتذكر كتير هو ده هيكون المود بتاع الـ data أنا هنا مقدرش يحسب لـ mean ولا median ولا الكلام ده لأنه ما فيش أرقام أصلا أنا أقدر أستخدمها عشان نحسب بيه فلما الـ data بتاعتي تبقى qualitative it's better to use the mode than to use the mean and the median أما لو الـ data بتاعتي quantitative يعني يمكن إحصائها ساعتها بستخدم الـ mean والـ median وبستخدم الـ mean أفضل في حالة عدم وجود الـ outlier وبستخدم الـ median في حال وجود الـ outlier ديبقى أنا كده عرفت الـ measure of central tendency بقسهم إزاي وأني واحد هو الأفضل في أي case في حالة الـ dispersion بستخدم الـ range والـ standard deviation إيه هو الـ range هو maximum minus minimum والـ standard deviation أنا مش مطالبة بحسابتها كل اللي أنا مطالبة بيه إن أنا أقدر لو جاب لي 2 graphs أقدر أميز أني فيهم اللي عنده deviation أكتر من التاني سواءً graph أو table هنا بيقول لي the best measure the best measure أي حاجة من اللي إحنا قلناهم فوق هم اللي أقدر أعتمد عليهم في الـ quantitative data قال لك بنعتمد على الـ mean في حالة عدم وجود outlier وبنعتمد على الـ median في حالة وجود outlier أما في الـ measure of qualitative لو بحسب data لا يمكن إحصائها ساعتها بستخدم المود طيب هنا بقى بمسك واحدة واحدة بقى أتكلم عليهم بالتفصيل هنا الـ mean اللي هو الـ average عبارة عن sum of the data divided by the number of data دي معروفة عارفينها طبعا من زمان بس في حاجة جديدة بقى من عرفهوش ودي حاجة ميزة يعني مفوض إن إحنا نستخدمها للتسهيل على نفسنا لو أنا عندي الـ data اللي موجودة consecutive يعني 2 و 3 و 4 و 5 و 6 دي الـ data اللي عندي وحبت أجيب الـ median بتاحها خلاصية أصلا وقود number يبقى الـ median أهو وحبت أجيب الـ mean هقول 2 plus 3 plus 5 plus 4 plus 5 plus 6 دي ديني 20 20 over 5 يديني 4 يبقى إذن الـ mean والـ median قد بعض الـ mean قد الـ median في الـ data اللي عندي دي قالك بقى لو أنت شايف إن الـ data اللي عندك دي consecutive consecutive يعني ورا بعض 2 وراها 3 وراها 4 وراها 5 وراها 6 في الـ number line كده ورا بعض أو مثلا أقول 20 21 22 23 24 تمام؟ طيب لو في حالة إن الـ data اللي عندي consecutive بس تخدم rule واحدة تجيب لي المين والـ median في نفس الوقت لأنه ساعتها المين والـ median هيكونوا قد بعض this is a special case في المين والـ median المين والـ median بتوع الـ consecutive numbers are always the same تمام؟ مش بس كده مش بس إن هما يكونوا consecutive numbers إن يكونوا patterned patterned يعني إيه؟ يعني المسافة ما بين الرقم والتاني تكون سبتة ما بين كل رقم والتاني يعني مثلا هنا المسافة ما بينهم واحد 2 و 3 المسافة ما بينهم واحد 3 و 4 و 1 4 و 5 و 1 5 و 6 و 1 طب لو قلت 20 و 24 و 28 يبقى كده المسافة ما بين الـ 20 و 24 أربعة 24 و 28 أربعة 32 ما بينها وبين الـ 28 أربعة برضو يبقى دي برضو الـ data دول برضو هيبقى المين والـ median بتاعهم قد بعض يبقى أنا كده طلعت بمعلومة مهمة جدا الـ patterned data أو الـ consecutive data الـ consecutive هي نوع من أنواع الـ pattern برضو لأن الـ pattern ما بين كل رقم والتاني واحد أو ممكن يكون الـ pattern بين من كل رقم والتاني اتنين مش بعتبر ساعتهم مش بعتبر ساعتها بقى أن هما consecutive يعني الفرق ما بين الرقم والتاني واحد أما الـ patterned أي pattern بقى يعني فرق ما بين الرقم والتاني يكون ثابت على مدارة data كلها من أول رقم فيها لحد أخر رقم فيها تمام؟ تمام؟ طيب هنا بقى هو بيقول لي بقى إيه؟ قال لي لو الـ pattern لو الـ data اللي عندك لها pattern معين ثابت أو هما consecutive بنستخدم رول واحدة بدل من استخدم رول الـ median ورول المود للمين قصدي المدين والمود سري المدين والمين هيبقى ليهم رول واحدة أو يعني فورمولة واحدة اللي هي إيه؟ اللي هي بجيب الـ greatest وأجمعه على الـ least وأقسمهم على اتنين يبقى هنا سيكس بلوس تو أوفر تو يديني الفور الفور دي هي إيه؟ هي المين وهي الميدين في نفس الوقت يبقى أنا كده جبت المين والميدين بفورمولة واحدة بس الحكاية دي أم تعملها؟ لما يكون الـ set of data اللي عندي consecutive طيب عايزة بس أتأكد إن الكلام اللي بيتقال ده صح فأنا عايزة أجربها على set of data تانية 20, 21, 22, 23, 24 مفروض إن المين والميدين يطلعوا 22 طيب خلينا أجرب كده الرول اللي هو بيقول عليها دي greatest plus least over 2 greatest 24 plus least 20 24 plus 20 دي 44 44 over 2 الدين 22 صح يبقى تمام كده؟ يبقى أنا لو عندي set of consecutive data وعايزة أجيب المين والمين والميدين بتوحة هجيبهم برول واحدة اللي هي least plus greatest over 2 يديني المين اللي هو هيكون بيساوي الميدين في نفس الوقت لأن في الـ consecutive set of data لما يكون الـ data اللي موجودة في الـ set اللي عندي consecutive ده معناه إن هما المين والميدين بتاعهم هيكون add بعض وهستخدم له فورميلة واحدة عشان نجيب اللي اتنين تمام؟ طيب زي هنا كده لما أنا بقول إن هنا الكلام ده برضو صحيح بالنسبة لـ patterned set of consecutive number يعني مثلا هنا 5 و 6 و 7 و إيه؟ الباترن بتاعتهم increase by 1 هنا الباترن 36 و 38 و 40 هنا increase by 2 هنا 1055 1065 1065 1065 ليست في كل حالات ده كان المين قد الميدين مين قد الميدين مين قد الميدين يبقى أنا لما يكون عندي pattern of consecutive data هما مش consecutive بالحقيقة يعني بس هما patterned يعني المسافة ما بين الرقم والتاني في ال data واحدة سبتة المسافة سبتة النطة اللي أنا بنطها من الرقم للتاني سبتة فلما يكون النطة سبتة بنستخدم rule واحدة تمام اللي هي يعني مثلا أنا نجرب هنا كده 11 plus 5 16 16 over 2 يبقى 8 يبقى 8 هي طبعا نجربها هنا 46 plus 36 82 82 82 over 2 لا أنا حسبتها كده بلت مفروض ان هنا دول يطلع 41 آه 41 صح آه 41 41 المين والميدين بتاعي صح؟ ما هي المفروض ان دول 1 2 3 4 5 6 يبقى اذا الاتنين دول هعمل 40 plus 42 over 2 يديني 41 صح كده؟ يبقى لما يكون عندي باترن أو كونسيكتف باترنت داتا على طول استخدم الرول دي اللي هي الجريتست بلاس ليست over 2 يديني المين ويديني الميدين في نفس الوقت لان هيكونوا الاتنين قد بعض معلومة دي مهمة جداً مهم ان احنا نعرفها و اظن ناس كتير ما تعرفهوش طيب في حالة بقى ان ما يكونش الداتا اصلاً كده فيها باترن داتا عادية يعني الاركام مالهاش دعوة بعض النطة ما بين كل رقم والتاني مش سبتة ساعتها المين بيكون مختلف عن المود ومنطبق عادي الرول بتاعت المين لوحديها والمود لوحديها بنجيب كل واحد لوحديها لان ساعتها مش هيبقوا قد بعض بس في الحالة تاعت دي ان هما كونسيكتف دي هيكون ايه قد بعض طيب نكمل هنا عرفنا حكاية كونسيكتف دي وعرفنا حكاية الباترن طيب لو انا عايز اجيب المين من جدول فيه فريكوانسي اجيبه ازاي اجيبه ازاي يعني انا بيقولي دلوقتي الشو سايز يعني مقاس الجزمة مقاس الجزمة هنا خمسة ومقاس الجزمة هنا ستة وسبعة وتمانية وتسعة مقاس الجزمة اللي خمسة عندي منه تكرار واحد الستة عندي منه تكرارين بمعنى ان انا عندي خمسة مرة واحدة عندي الستة مرتين عندي السبعة اربع مرات عندي التمانية تلت مرات وعندي التسعة مرتين هي دي ستيتوف داتا بتاعتي هو ده معنى الفريكونسي يعني تكرار الصيز الصيز ده في منه واحد الصيز ده في منه جزمتين الصيز ده في منه أربع جزم وهكذا يبقى الفريكونسي هي اللي بتعرفلي الداتا قد إيه يبقى أنا عندي كده كام رقم واحد اتنين تلاتة أربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر طب الاثناشر دي جبتها منين أجمع الفريكونسي دول أربعة زائد تلاتة زائد اتنين زائد اتنين زائد واحد أربعة زائد تلاتة سبعة تمانية تسعة عشر حداشر اتناشر تمام؟ لما حب أجيب بقى الأفريج ساعتها بجيب الصم بتاع كل دول over الاثناشر يبقى دايما الصيز بتاع الداتا ده اسمه صيز of the data الصيز بتاع الداتا هو بيكون الفريكونسي دايما يبقى لو أنا عندي تيبل والتيبل دي فيها كل فريكونسي يبقى لما أجيب الأفريج بيبقى صم over the number of data الnumber of data دايما هيكون الفريكونسي تمام؟ طيب وبالنسبة للصم أجيبها ازاي بدرب كل رقم في الجدول اللي فوق في الرقم اللي تحته أجمعه يعني كل ده هعملهم بلاس بعض وهو ده هيكون الصم اللي في النميراتور فوق واللي في الدونوميناتور هيبقى الصم الصم بتاعت الفريكونسي تمام؟ طيب ايه تاني مطلوب؟ هنا هندنا في الصفحة دي يبقى أنا هنا عرف تأجيب ازاي المين من الفريكونسي تيبل طيب وهنا شرحنا الباترن الـ data هنا بقى بيقول لي آه هنا مديني أهو الـ data أهو هاجمعه وقسم على العدد بتاعهم اللي هو 10 هاي يديني المين تمام؟ المين اسمه مين أو اسمه average أو اسمه arithmetic mean المود هو الأكثر تكرار يعني لو أنا بحسب هنا height بتاع الناس الأكثر تكرارا في height هو المود تمام؟ طيب وإحنا قولنا حكاية الباي مودل دي لو أنا عندي هنا 8 8 8 متكررة 3 مرات يبقى هي دي المود بتاعي ولو عندي هنا الـ 8 متكررة 3 مرات والـ 19 متكررة 3 مرات يبقى أنا عندي باي مودل data الـ data اللي عندي دي باي مودل يعني ليها 2 مود لأن الـ 8 والـ 19 اتكرروا 3 مرات كل واحد يبقى شمعنا اختر الـ 19 ومخترش الـ 8 او اختر الـ 8 ومخترش الـ 19 هما الـ 2 لازم نقول عليهم هما الـ 2 مود يبقى الـ data اللي عندي دي باي مودل الميدين بحسبه ازاي قلنا لو عدد النمبرز اللي عندي بقسمهم نصين بزود عليهم واحد عشان اقدر يقبلوا الاسم على اثنين يعني مثلا هنا عندي كام واحد اثنين ثلاثة اربعة خمسة ستة سبعة سفن هعمل سفن اوفر تو مش هينفع هزود واحد هتبقى ات اوفر تو ات اوفر تو يبقى فور الفور دي هي الفورث ترم في الداتا دي تديني البوزيشن لما اعمل ان بلاس وان اوفر تو ان ده هو عدد الداتا ان بلاس وان اوفر تو يديني البوزيشن افزا ميديان مش يديني الميديان نفسه فهنا الفورستر معدده اربعة والرابع هو ده هيكون الايه الميديان بتاعي ادي واحد اثنين تلاتة ده الرابع يبقى الرابع هو الميديان بتاعي طيب ده في حالة ان الايه ان الداتا ار اوت طيب في حالة ان الداتا ار ايفن زي هنا زي هنا عندي واحد اثنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تمانية يعني هعمل ايت اوفير توي هاخد الابرج بتاع الرابع الترن الرابع والترن الخامس وعملهم ادي واحد اثنين تلاتة اربعة وخمسة هاخد الاربعة وخمسة واجمعهم واقسمهم على اثنين يبقى يبقى ده هو ايه؟ الميديم بتاعي تمام? طيب يبقى احنا كده تكلمنا عن المدول والمين. نتكلم على ايه تاني? هنا هو بيشرح لي بقى بالتفصيل برضو تاني ده اجزامبل اهو تاني. توضيحي. بيقول لي ان هنا لو انا عندي دي الداتة ايه? الداتة هنا عندي واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة ستة سبعة تمانية تسعة. تسعة يعني ده نمبر. هعد التسعة دي هزود عليها واحد يبقى عشرة عشرة على اتنين يبقى خمسة. خمسة والسادس هو هيكون ايه? يعني وان تو سري فور ودي الففس. لان لازم اللي قبل عدد الداتة اللي قبل الميدين يكون عدد الداتة يكون قد عدد الداتة اللي بعد الميدين. هنا في خمسة وهنا في خمسة. وده السادس. يبقى السادس هو الميدين بتاعي. تمام? يبقى عندي هنا. بس طبعا بعد مرتبهم ده اساسي. اساسي ان انا اما بتدي عدد كده وشطة بيمين مع شمال والرقم اللي في النص. لازم يكون اساسا مترتبين. from greatest to to list. او from list to greatest. مش هتفرق في حاجة. يعني سواء انت رتب لو قد رتبتهم من الصغير الكبير او ما كبير للصغير مش تفرق في حاجة. ستلي الميدين هيبقى مكان واحد. طيب ده بالنسبة لهما اود. عشان انا هنا تلعو لي حداشر. طب هنا one two three four five six seven eight. تمانية. تمانية مالهمش نص. يعني مسلا لو قلت اربعة واربعي بما فيش حاجة في النص. two four five seven nine دول مترتبين. طيب مترتبين هاخد الاتنين اللي في النص بحيس ان انا يبقى عندي تلاتة قبلهم وتلاتة بعدهم. هاخد الاتنين اللي في النص دول واجيب بتاعهم. يبقى seven plus nine over two. طب عرفت منين اللي في النص اللي اتنين اللي هاخدهم هما seven one nine. مش هما تمانية. تمانية over two يعني اربعة. هاخد الفورث والفيفس تير اجمحهم وقسمهم على اتنين. فان الفورث هنا. لو الداتة مترتبة هبص للفورث والفيفس. ادي هنا one two three ادي الفور وادي الفيفس. seven والناين هاجمحهم مع بعض وقسمهم على اتنين. يبقى ده الميدين بتاعي. يبقى الرول اللي احنا قلناها. in plus one over two. في حالة الاود. وان over two. في حالة الايفن. دول بيدوني position of the ميدين. مش بيدوني الميدين نفسه. بيدوني position of the ميدين. ما كانوا في ترتيب الداتة. in plus one over two. في حالة الاود. ساعتها بيديني مثلا هنا. فور هنقول عليها فورث تير. تمام? وهنا in over two. هي عشان ال in even. فتتقسم على two من غير ما قد عليها وانا عادي. بس الرقم اللي هيطلع مسلا لو فورس هاخد الفورس زائد الفيفس. وعملهم. هاخد بتاع two middle numbers. فحالة ان العدد بتعددة يكون ايفن. ادي هنا مثال توضيحي برضو عشان اللي ما فهمش من الكلام اللي احنا قلنا فوق يقص يقرأ بدي برحتو. ده الميدين. احنا يستعيلينه بالتفصيل. نيجي بقى لل range. اه يعني ايه outlier? احنا قلنا ال outlier. او ما قلناش نقوله نقوله تاني. ال outlier هو a value that is far from the other data. either bigger than the others or smaller than the اديني مثال كده يعني. one two five six بعدين 20 مثلا. التونتي بعيدة قوي عن الباقي. او ممكن اقول one five seven ah minus 11 مثلا. وهنا nine. كلهم ارقام و الى حد ما قريبين من بعضه. وال minus eleven ده اللي بعيد قوي. يبقى ممكن ال outlier يكون وممكن يكون بعيد خالص يعني نحسه بعيد خالص عن يعني لو الداتا عامل كده وده هيبقى أو لو الداتا عامل كده هيبقى في الأطراف طيب ده عرفنا وعرفنا أن الأوتلاير لما يكون موجود بنبعد خالص عن المين لأن المين بيتأثر جامد بالأوتلاير وبنركز لو إحنا عايزين نجيب من جيبها من المين في حالة عدم وجود أوتلاير يبقى أفضل أن نستخدم المين في حالة أن الداتا اللي عندي كواليتيتف مش كوانتيتيتف يعني غير قابلة للإحصاء بستخدم المود طيب لو المين أكبر من المين زات مين زات مين يعني ده معناه أن الأوتلاير is big لو المين أكبر من الميدين يبقى في حاجة كبرته لو كلام ده في وجود أوتلاير يبقى لو المين أكبر من الميدين وعندي أوتلاير يبقى الأوتلاير كبير عشان كده أجرر المين معاه لو المين أصغر من الميديان يبقى الاوتلاير اللي موجود سمول فشد المين معاه وصغره هو كمان يبقى الاوتلاير لو بيج بيخلي المين تبقى بيج هي كمان لو الاوتلاير سمول بيخلي المين تبقى سمول هي كمان عن ان المفروض تكون عليه يعني بيجرها معاه وبيخليها تبقى مش ريبرزنتتف للأول افذ دات وشان كده ما بقدرش اعتمد على المين خالص لانه بيروح مع الاوتلاير ويجي مع الاوتلاير زي ما زي ما الاوتلاير بيروح بيروح مغراء الاوتلاير بيج بيبقى هو كمان شده بيبقى بيج معاه لو الاوتلاير تشال بيرجع المين يصغر يعني لو الاوتلاير كبير وانا جيتشلته المين بيتهبد بينزل يصغر تانى لان هو اصلا كان كبير بسبب ان وجود الاوتلاير الكبير طيب لو المين لو الاوتلاير كان سمول كان رقم اللي هو ماينس الايفن اللي احنا قلنا عليه ده وشلته يرجع المين يجبر تانى لان هو اصلا موجود الاوتلاير كان مصغره كان شده معاه تمام عشان كده بنقول ان في وجود لا نعتمد في المجر of central لا نعتمد على المين لكن نعتمد على الميدين لأنه أقل تأثرا بالأوتلاير هنا بيقول لي the most effect parameter للأوتلاير مين أكتر حد بيتأثر بالأوتلاير ده مستأفاكتد هو الرينجي طبعا الأول لأن الأوتلاير بيبقى في أحد الأطراف والأطراف دول هما اللي بيحددوا لي الرينج لأن الرينجي هو maximum minus minimum فلو الأوتلاير واحد من الاتنين دول سواء المكسيم أو المنمم وجد غير فيه بقى هيغير في الرينجي ده أكيد ده أول حاجة والتغير هيبقى واضح وصريح يبقى the most effected هو the range the spread of data will increase with the outlier and will decrease without the outlier واللي بعديها على طول الstandard deviation وبعديهم يجي المين وبعديهم يجي الميدين أو ممكن الميدين ما يتأثرش أو يتأثر على خفيف المود اللي ما فيش تأثير فيه خالص لأن المود بيبقى في النص والتأثير بيبقى على الأطراف فالمود مالوش أي effected خالص الاوتلاير ما بيأثرش فيه بالمرة الميدين هو less effected والmean is affected وأكتر اثنين بيتأثروا بالفعل هو range والstandard deviation طيب هيبقى أنا كده أتكلمنا عن آه هنا الstandard deviation أنا حبيت بس أحط الفورميلة من باب العلم بالشيء إنما هي مش هنطلب بها خالص فما حدش يحفظها ده شكل ال data لما يكون الstandard deviation بتاعها أوليل بتبقى ال data كلها جنب بعديها عاملين شكل هرمي شكل كده بال أو شكل مونتن أما لو كانت ال data يعني شبه التل كده يعني هنا ده جبل جبل ولو قمة له قمة تمام؟ إنما ده تل التل هو جبل بس يعني منبسط شوي مش عالي يعني ال data لما تبقى عالية يبقى ده ال deviation بتاعها standard deviation واطي ال data لما تبقى واطية كده يبقى معناها إن هي في spread أكتر في تنوع يبقى هنا high standard deviation يبقى لما نلاقي الجراف بتاعنا على شكل تل نعرف إنه هو high standard deviation لما نقيه عن شكل جبل يبقى ده معناه إن ال data كلها قريبة من المين يبقى ده معناه إن standard deviation قليل standard deviation definition بتاعته how far or how close the data are from the mean how close or far data are from the mean if data are closer to the mean هعملوا للجبل ده لأن ال data كلها متركزة وجنب بعض كده around the mean المين أهو اللي في النص ده يبقى لو data around زي مين هنلاقي شكل الجبل يبقى ده low low division إنما لو data بعيدة عن المين زي كده المين أهو وال data هي بعيدة عنه مش متمركزة قوي زي اللي فوق يبقى هنا عندي high division في تنوع في فاليوز هنا مش كل الفاليوز قريبة من المين يبقى كل ما الزلدات هتكون قريبة من المين كل ما يبقى عندي low deviation لما تكون بعيدة عن المين يبقى عندي high deviation deviation يعني تنوع طيب برضو نفس الحكاية إنه لأحبتها من غير ما أبص في الأرقام دي لو الأرقام دي مش مكتوبة حتى لو دي مش مكتوبة الأرقام دي وأنا حبيت أقارن مين في الثلاث جرافات دول عنده high deviation هيبقى ده ده زهير وطبعا ده في النص وده ده ده standard deviation كأرقام بقى عدي التوق أهي أعلى حاجة والone ده في النص والأو بوينت فايف هي أصغرهم يبقى كل ما ده تأخد شكل جبل الجراف بتاع هيخد شكل جبل زي ده كده زي الجراف ده كل ما الـ deviation تكون واطية كل ما ده تأخد شكل تل ومنبسطة كده يعني مفروضة كده على الـ x axis يبقى ده معنى إنه عندي deviation أكثر طيب ده من ناحية الـ graph أما من ناحية الـ plot برضو نفس الحكاية أنا ممكن أرسمها أنا كده بإيدي يعني ده تهي وقدتك الشكل تل وهنا واخد شكل جبل يبقى اللي واخد شكل جبل دي على طول أقول عليها إنها اه أما اللي واخد شكل التل دي فيها التنوع هو بينه بينهو التنوع يبقى هنا the high deviation يعني high diversity في الـ data الـ data هنا متنوعة إنه مادة هنا قريبة من بعض يعني لما يكون عندي هنا zero وعندي هنا عشرة لما يكون عندي هنا واحد واثنين وثلاثة واربعة وخمسة وستة وسبعة مفيش مفيش الزل والعشر يبقى هنا مفروضة واخدم ساحة أكتر في التعددية الـ data متعددة مش قريبة من بعض يبقى كل ما الـ data تبقى spread مفروضة كده على الـ x-axis كل ما يبقى high deviation كل ما تبقى قريبة من بعض كده وزي اللي عايزة يعني بردنة وعايزة تدفة في بعضيها يبقى دي عندها low deviation مفيش تنوع كتير في الرسمة اللي فوق قد ما فيه تنوع في الرسمة اللي تحت طيب برضو هنا نفس الحكاية قلنا high when it is hill like يعني شبه التل hill يعني التل flatter curve يعني curve flat شوية ملوش قمة أما في حالة mountain like يعني جبل شبه الجبل يبقى دي steeper curve steep يعني منحدر بزيادة والـ data كلها أدي المينة هم والـ data كلها حوالين المين مش مفروضة كده يعني لو مفروضة كده كانت تبقى high deviation إنما هنا التل ده low deviation طيب هنا بيقولي ايه what does the standard deviation tells us it is a measure of dispersion it measure how spread out the data is from the main the further the data spreads the greater the deviation a standard deviation of zero indicates that all value in the set are the same يعني لو انا عندي كل الـ set الـ data بتاعتي هنا وهنا 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 كلها 45 45 لما اجي اعمل الرول بتاعت الـ standard deviation هتطلع لي في الآخر الـ value بتاع الـ deviation تمام فإذا مفيش deviation لما يكون كل الـ data بالـ same value يبقى كده standard deviation zero يبقى ده standard deviation اقل حاجة فيها zero indicates that all the value in the set are the same in summary standard deviation measures the spread of data from the mean it is large when participants scores are far away from the mean it is small when participants score are close to the mean لو انا بحسب يعني الـ scores بتاعت الناس standard deviation if data are spread out and many values are at minimum and maximum then we have a high deviation if the values are concentrating near the mean then we have small deviation اديني example كده انا عندي city A و city B ومديني دي في الجدولين دول في اللي بدحانه بيقولي اني واحدة فيهم city A ولا city B اللي عندها مورد بيش طيب ابص انا بقى على الاطراف لان الاطراف دي هي اللي هتعرفني اذا كان ال data اللي عندي مفرودة ولا متمركزة حوالين المين مش لازم اجيب المين عشان اقيسو واشوف ال data قريبة مني ولا لا مش لازم انا بص على الاطراف ابص على اراح الاتراف الاطراف لو الاطراف دول ارقامهم كبيرة يبقى اذا فيه تعدد انما لو الاطراف صغيرة يبقى فيش تعدد هنا عندي ال 80 في منها تلاتة والستة وسبعين في منها واحد اما هنا ال 80 في منها ستة والستة وسبعين في منها ستة يبقى اذا ال data هنا مبعصرة وموجودة على الاطراف بكسرة يبقى يبقى الجراف بتاعي عامل كده اما هنا الستة وسبعين التمانين عندي منها تلاتة يعني اللي في الاخر دول عندي عندي تلاتة بس واللي في الاخر هنا عندي تلاتة والباقي كله متمركز هنا تمام يبقى دي الداتا دي على طول اعرف ان الداتا دي فيها لو ديبياشن والداتا دي عندها هاي ديبياشن مجرد ان انا بسطل الرقمين الكبار التو اكستريمز بتعود داتا بتوعيه اشوف دول في منهم متوفر قد ايه الاكثر توفرا هو هنا عندي التمانين في منها تلاتة هنا التمانين في منها ستة الستة وسبعين في منها واحد هنا الستة وسبعين في منها ستة يبقى ازا دي اللي عندها واضحة وصريحة تمام هنا بقى بيقول لي يعني مستحيل يكون اقل بنزيله خلاص يعني هو مش بالنيجة فهيكون طب امتى دا يحصل زي مثلا لو حبينا نتأكد من الموضوع ده بالكالكيليشن عندي الداتا هي كلها شوف كم كلهم خمسة انا طبعا بجيب المين وبعدين بعمل sum of the difference between the mean and the every data in the set وبعد كده باخد السكوير بتاع الكلام ده يعني ده فالي هي الرول بتاعة الstandard deviation في الاخر هيطلع لي square root of 0 يعني 0 يبقى الstandard deviation في حالة ان ال data sets كلها هتكون نفس القيمة يبقى ايزا مفيش تنوع كل و خمسة تنوع فين؟ طيب standard deviation و حكاية الرول بتاعة الـ 68 و الـ 95 ده كلام ده احنا شرحنا فوق خالص لما جانا نشرح الـ normal distribution شرحنا حكاية الـ 68,95,98.7 هي 97.99.7 مفروض الرقم ده يكون 99.7 ودي تكون 68.3 دي حاجة سبتة دي بس غلطة هنا منهم يعني طيب احكاية الـ 95 confidence interval دي confidence interval و احكاية المرجن of error اللي هي ام قوي لما بيقول لي ان في حاجة في المين مثلا ايكوال كذا وزقى مرجن of error مرجن of error لو قال لي مرجن of error 4 يبقى plus or minus 4 هاجيب المين وزود عليه 4 ونقص منه 4 هيديني انترفل المين لما زود عليه 4 هيديني رقم ونقص منه 4 هيديني رقم تاني انا عندي interval ما بين كذا وكذا هيكون المين الصحيح الانترفل ده بسميه confidence interval it is called confidence interval والنص بتاع الانترفل ده هيكون المرجن of error the radius or half the interval is called margin of error لاننا هو رقم المين في النص المين زودت عليه 4 وقللت منه 4 فادني الرقم ده والرقم ده يبقى اذا المسافة دي هي قد المسافة دي يبقى لو قلت المسافة دي هتبقى نص الانترفل كله عشان كده بقول ان المرجن of error هو half the distance in the interval half the interval اللي هو confidence interval طيب لو حبيت اشرح يعني ايه 95% confidence level يعني ايه 95% confidence level دي معناها باختصار بقى مش هزمان مش هزمان نقرأ ده كله هنقرأ من اول هنا confidence interval ده لما بعمل experiment بتديني كل experiment بتديني confidence interval 95% confidence interval معناها ان انا لو عدت ال experiment دي كزا مرة كل مرة هيطلع لي interval مختلف 95% من ال interval اللي هتطلع لي هيكون موجود فيها المين بتاع ال population تاني انا بعمل experiment بعمل تجربة التجربة دي هتطلع لي كل مرة confidence interval مختلف confidence interval one confidence interval two لو عدت التجربة confidence interval three لو عدت التجربة ثلاث مرات 95% اف المرات اللي عملت فيها 95% من ال confidence interval اللي انا طلعتها هيكون يحتوي على ال population مين 95% من ال intervals اللي انا طلعتها 95% of them of them اللي هم مين اللي هم ال intervals اللي انا طلعتها لان كل experiment ليها interval الوحدية experiment الاولى لها experiment one لها confidence interval one experiment two لها confidence interval two experiment three لها confidence interval three كل واحد من دول بعد ما خلص كل experiment بقى عملتها ثلاث مرات عملتها خمس مرات 95% من ال intervals اللي انا طلعتهم دول هيكونوا يحتوي على ال population مين ده معنى كلمة confidence 95% confidence interval ده ده ترجمة بتاعتها بالظبط عشان بيجي لي اسئلة يقول لي تفسير confidence interval ايه اللي هو ال 95 ده هو ده تفسيره يبقى هنا هنقرأ بس من اول هنا 95% ان هي بيوفورم this kind of experiment many time ان احنا لو عملنا ال experiment كررناها هيبقى 95% من ال intervals اللي طلعوا لي في الكم مرة ال experiment اللي انا عملتهم هيحتوي على المين بتاع ال population وخالصة بس في المية اللي هي لن يحتوي يعني مثلاً هنا بديني example بيقول لي لو هو confidence interval 98% ال confidence interval اللي انا طلعته في اول مرة كان 4.88 و 5.26 لو انا عدت ال experiment كذا مرة هيطلع لي كذا interval مختلفين 98% من المرات of the times اللي انا بكرر فيهم هيكون ال interval بتاعي الصحيح هو ده هيكون ال parameter اللي انا بقيسه the true population parameter the true population parameter population mean مثلاً هيكون موجود في ال interval ده 98% من المرات تمام؟ نفس الكلام اللي احنا قلنا فوق طيب ايه حكاية بقى relationship between the margin of error وال sample size يعني ايه مرجن of error يعني نسبة من الخطأ لان احنا لما بنيجي ناخد sample لما بنيجي ناخد sample عينة بنطلع من العينة دي نتائج النتائج دي مش هتكون perfect يعني بالظبط زي الواقع يعني مش هنقدر نعممها exactly فنقول ان النتائج اللي هنطلعها دي نتائج ثبتة ومظبوطة 100% لأ طبعاً في نسبة من ال error بس النسبة دي بتقل كتير كل ما sample size بتاعي يزيد يعني كل ما ما اخد عينة كبيرة كل ما margin of error يقل كل ما نسبة الخطأ تقل يبقى the larger the sample size the smaller the margin of error will be the relationship is called an inverse because the two move in opposite direction لما واحد يزيد واحد يقل inversely proportional يعني طيب ده هنا example بيقول لي اعرف منين ان الديفياشن بتاعد امبر اكتر ولا بيونر ده ليه عرفت بقى من المجرد بص في الجدوة لعرفت اني واحد فيهم اللي الديفياشن بتاعته اعلى هشوف من 26 بقيت 30 يعني انا زيت 4 ونقصت 5 وبعد كده نقصت 3 تحت بقى زيت 11 نقصت 15 وبعدين نقصت 2 يبقى difference ما بين كل رقم والتاني كبير يبقى ده معناه ان الارقام مش قريبة من بعض يعني مفرودة يعني لو جت عملتهم كده على الجراف هتبقى هيبقى لداتة عاملة كده اما لما يبقى المسافة ما بين الرقم والتاني اربعة او خمسة او تلاتة يبقى معناها ان الارقام قريبة من بعض تيجي لداتة عاملة كده يبقى انها اتفقى ان الداتة اللي قريبة من بعض بتديني لود فيياشن والداتة المفرودة يعني فيه تنوع بين الرقم والتاني عندي 11 رقم هنا وهنا عندي 15 رقم وهنا عندي رقمين يبقى ده معنا فيه spread للداتا يبقى هنا عندي high deviation يبقى في بونر هي اللي عندها higher deviation than amber تمام دي قلناها هنا قلنا أني واحد لما بقى جي أحسب من اللي أفضل في كل كيس لو عندي nominal nominal يعني qualitative data مش quantitative ساعتها بستخدم المود زي حكاية ولو أنا عندي أفضل حاجة بالنسبة لي أن أنا أسهل median في حالة لو عندي mean في حالة يعني ما عنديش وال median في حالة دي مش يعني مش واضحة قوي فأسيبكم منها يعني إحنا هنا عندي هستخدم المود في حالة qualitative data أنا قلت قبل كده الكلام ده وهستخدم المين في حالة no skewed يعني no outlier وعاستخدم المدين في حالة skewed أو في حالة outlier لأن outlier هو اللي بيخلي graphique تمام هنا بقى معلومة كده على الماشي بيقول لي اللي هما المين والمود والميدين لو أنا حبيت أزود على ال data أو أنقص من ال data يعني ال data value مثلا عندي ال data one two three four أو five مثلا حبيت أزود على ال data دي one على كل واحدة المين الجديد هيتأثر يبقى إزاي والميدين الجديد هيتأثر إزاي والمود هيتأثر إزاي فقال الحاجات اللي هتتأثر بالplus والminus والtimes والdivision هي المين والمود والmedian أما الstandard deviation والrange دول ما بيش بيتأثروا إلا بالtimes والdivision بس يعني لو جيت دربت ال value اللي هنا ده دربتوا في one أو عملتوا division by one أو by two مثلا ده هيأثر في الrange وهيأثر في الdivision إنما مش هيأثر في المين وهيأثر كمان في المين والمود والmedian تمام إنما اللي مش بيأثر في الrange والstandard deviation هو إن أنا أجمع أو أنقص دول الحاجتين اللي مش بيأثروا يعني لو جيت على ال data وشلت منها حاجة أو زودت عليها حاجة ده مش هيأثر لا في الrange ولا في الstandard deviation إنما اللي يأثر هو ال times والdivision لما يجي أقسم ال data على number أو أضرب ال data في number ده بيأثر في الstandard deviation وفي الrange أما ال plus وال minus والdivision وال times يأثروا في الثلاثة دول كله بيأثر إنما اللي ما بيتأثرش بال plus وال minus هو ال range والstandard deviation اللي هو طيب ديني مثال كده هنا أنا بيقول لي هزود فأنا هنا ضربت وبعدين روحت جامعة إنما بالنسبة للdivision الجامعة مش هيفرق معي بحاجة فهضرب بس يبقى التأثير على ال standard deviation والتأثير على ال range هو الضرب والإسمة بس هما دول اللي يأثروا إنما المين يعني لو زودت حاجة مش هتأثر فخلاص مش هعملها إنما المين والمود والmedian التلاتة أم بيتأثروا بكله بال times وبالdivision والبل plus والمينس طيب إزاي أجيب standard deviation أو range أو الحاجات دي بعد التغيير اللي حصل center هنا مأصود بيها أي واحد من التلاتة المين أو المود أو المедин إزاي أجيب المين الجديد أو المود الجديد أو المدين الجديد بجيب الأديم واضربه في الشيء اللي أنا عايز أضربه ولو في جامعة هجمع ولو في minus هنقص وده هيكون الشيء الجديد يعني لو أنا مثال بيس المين هضرب المين في الرقم اللي هم قالوا عليه ونقص الرقم اللي هم قالوا عليه هيديني المين الجديد تمام اما بالنسبة للمجرة اللي هو الرينج والستاندر ديفياشن لو في حاجة هتتزود وفي حاجة هتتضرب هعمل الضرب بس النماز زيادة مش هعملها يعني لو انا مثلا عندي كان خمسة وضربته في اتنين ونقصت منه واحد مش هنقص اللي واحد لان التنقيس في الدده مش هيقصر في الديفياشن وما اللي يقصر ان انا اضرب بس يبقى لو عندي هنا بلاس او ماينس بي وعندي تايمز تو هعمل بس في الديفياشن وفي الرينج انما مش هعمل التنقيس ده يعني كأنه ما حصلش لانه ما بيقصرش تمام هيقصر في الداتا بس مش هقصر في الديفياشن يبقى لو نقصت او زودت في الداتا ده ما يقصرش في الرينج ولا في الستاندر ديفياشن اللي يقصر ان انا اضرب الداتا في تو او اعملها ديفياشن باي تو يعني ازود الداتا كقيمة بالدابل يعني مثلا مش بالدابل قصدي يعني ان انا اضربها في رقم او اقسمها على رقم ده اللي هيأثر في الرينج وفي الستاندر انما لا زود عليها او نقص منها مش هيأثر عشان كده لما باجي احسب هنا السبريد الجديد السبريد هنا المقصود بها الرينج او الديفيشن لو عايز ايس الرينج الجديد او عايز ايس الستاندر ديفيشن الجديد بجيب القديم واضربه في الشيء اللي اضرب فيه انما لو حصل زيادة او حصل مينس لا اأخذهم في الاعتبار بالنسبة للماجر في سبريد انما بأخذهم في الاعتبار بالنسبة للماجر في سنتر يعني في حالة المين وفي حالة المدين وفي حالة الموت تمام هنا ده اجزامبل اجزامبل عملي من سؤال جا في الامتحان هنا بيقول لي ان فيه رادار الرادار ده كان بييئيس السرعة واس السرعة غلط مفروض انه هو اسها اسها 3.9 mile per hour lower than the actual speed يعني المفروض انه هو كان يكتب سرعة معينة كتبها اقل من الواقع 3.9 3.9 lower than it should be يعني نقصها عما كان مفروض ايه اللي من دول اللي ها مش هيتغير احنا لسه متفقين حالا ان لو انا زودت او نقصت في ال data ده ما يقصرش في مين ما يقصرش في ال standard deviation اما ال ايه اللي يقصر ان انا اضرب او اقسم ال standard deviation اضرب او اقسم في ال data اضرب او اقسم على ال data عشان ارجحها صح انما هنا انا نقصت فلو عايز اصلح هزود يبقى انا هنا بتكلم على plus وال minus addition و subtraction في ال data يبقى ده ما يقصرش خالص على ال deviation لسه ايه لك كلام ده هنا مين اللي بيقصر على ال deviation اللي بيقصر في ال deviation اهو لو انا عملت times في ال data او عملت division في ال data اسمت ال data على رقم او ضربت ال data في رقم ده هيقصر في ال standard deviation وفي ال range انما اللي ما يتقصرش بالحاجات دي بال plus وال minus اللي ما بيتقصرش بال plus وال minus هو ال deviation انا هنا حصل عندي ايه في المسألة اللي تحت دي في المسألة اللي تحت دي كان فيه 3.9 نقصين عايزين يتزودهم فانا هزودهم عشان اصلح ال data لان الرادار كتب data غلط فعشان اصلحها لازم هعمل add 3.9 for every data تقارد الرادار اراها غلط عشان اصلحها هزود 3.9 على كل واحدة من ال data اللي موجودة يبقى اذا انا بعمل addition والaddition ما بتأثرش في مين في المجراء اللي هما مين اللي هما ال range ولا standard deviation فهنا عندي بيقول لي ايه ايه اللي مش هيتأثر لو ال range موجود كنت اخترته انما هنا مش موجود ال range موجود standard deviation المين وال median وال minimum اه المنمم هنا المنمم اصله هيتغير في ايه هيفضل minimum برضو معنا اصله هزود هزود عليهم كلهم بما فيهم المنمم يبقى المنمم مش هيتغير في حاجة ال range لو كانوا كتبين ال range كنت قلت ال range هيتغير انما المنمم مش هيتغير هيفضل minimum زي ما هو يبقى ال standard deviation هي اللي مش هيتغير وده بقى نعنى على اللي احنا لسا عالين وفوق ان ال standard deviation بتتغير بس لو انا ضربت الداتة كلها في رقم او اسمت الداتة كلها على رقم تمام هنا بقى هنتكلم عن scatter plot scatter plot دي عبارة عن نقاط النقاط دي بتتكلم عن two parameter بتتكلم عن حاجة هنا وحاجة هنا بتربط الاتنين ببعض يعني مثلا هنا بيقول لي ايه هنا بيقول لي scatter plot are plots of data that has two variable such as hours spend studying for set scores يعني هنا عدد الساعات اللي انا بذكرها وتأثرها على set score two parameter انا بقسه حاجتين بقس hour spend studying وبقسها وبقارنها بالscore يعني هل كل ما زود في عدد الساعات كل ما جيب بscore اكبر scatter plot بقى هي اتعرفني العلاقة ما بين الشيئين دون الشيئين دون the two parameters هنا بيقول لي the line passing the scatter plot is called the line of best fit it describes the data and can be used to predict what one variable will be if the other variable is unknown is known ال data لو هي linear it is generally fit into a straight line لو non-linear هتبقى بشكل curve بيبقى عندي حاجة اسمها strong association او strong correlation if it falls close to the line of best fit the weak association او correlation if it is more spread from the line of best fit the scatter plot has a positive association if the slope of the line is positive وعندي negative association لو slope is negative يعني انا دلوقتي بحلل الجراف ده بطريقتين لو لو النقط دي شكلها شكل line طالع يبقى انا عندي positive association positive association بمعنى ايه بمعنى ان انا عندي two parameter بقسهم لو واحد زاد التاني هيزيد معاه لو واحد قل التاني يقل معاه دي اسمها positive association يعني directly related اما لو واحد بيزيد التاني بيقل هيبقى النقط عملة شكل لتحت يعني لو اجيت عملت لها line of birth هتبقى line نازل لتحت from left to right نازل يعني negative slope يبقى ساعتها هتبقى negative association يعني معناها inversely proportional يعني معناها ان ما واحد يزيد التاني ايه تمام طيب يعني ايه strong ويعني ايه العلاقة ما بينهم لو هي strong يبقى ده معناه ان النقاط هيبقوا قريبين من line of best fit لو هي العلاقة مش strong هيبقى النقاط بعيدة عن line of best fit تمام فده هو اللي عايز يقوله ان هي strong association او correlation او weak correlation يجي هنا هنا بيقولي what is the correlation coefficient في حاجة اسمها correlation coefficient وده ما بي يعني ممكن يكون سؤال كل تلاتة ترايل يعني ما بين سئل في الموضوع بس جاء سؤال قبل كده في الترايل عن ال correlation coefficient جاب figure وقال لي اني واحد من هو ال correlation coefficient بتاع الرسمة اللي في بتاع ال data اللي في الجراف فانا طبعا اخترت لما لقيت ال points قريبة من بعض عرفت يعني هنا بيقولي ال correlation coefficient هو ما بين minus 1 وما بين 1 ولو هو ال R بزيرو يبقى ما فيش correlation اصلا تمام يبقى انا عندي عندي كده خط كده عندي هنا زيرو لو ما فيش correlation لو وعندي هنا negative 1 لو هي negative correlation لو هنا اكوال 1 لو هي positive correlation strong positive correlation وهنا strong negative وهنا no correlation واي رقم in between هنا هنقول 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 عليه يعني هنا هيبقى و هنا و هنا وهنا دي strong وهنا هنا strong strong correlation وهنا strong positive وهنا strong positive correlation وهنا strong negative correlation واي نقطة هنا هوا هتبقى و هنا نشوف هنا بيقول لي ايه تمام strong positive تبقى closer to one strong negative تبقى closer to negative one و zero معناها no correlation weak relationship ذاتها value closer to zero هنا نشوف النقطة هنا قريبة من بعد ف strong النقطة هنا بعيدة عن بعض شوية فتبقى weak هنا الاتنين طالعين يبقى هنا weak positive وهنا strong positive طب هنا دي negative اهي فهنا يعتبر strong negative وهنا بعيدة عن بعضيها بس نزلة تحت يبقى weak negative هنا بقى يعني دول ايه لعني لباين طالعين مع بعض ولا نزلين مع بعض مش باين هنا و هنا كمان نو correlation نو correlation عشان انا المفروض يبقى الخط ينازل يطالع هنا لا خط نزل ولا طالع ده حاجة كده في النص فمش ما بين العلاقة عاملة ازاي فهنا نو لان علاقة مش بين هنا وردو نفس الحكاية مفيش علاقة بين العلاقة هم بيزيدوا مع بعض ولا بيقلوا مع بعض ولا بيقل واحد يقل واحد يزيد فمش معروفة مش بين العلاقة بالزبت هنا بقى نفس العلاقات اللي احنا قلنا عليها فوق بس في حالة وجود هنا لما نلاقي انه معظم النقاط ركبة فوق اللاين يبقى ده وقلنا عشان الخط طالع هنا برضو نفس الحكاية عشان الخط طالع بس في نفس الوقت مش لان النقاط مش على اللاين بس لان النقاط قريبة من هنا عشان الخط طالع بس النقاط بعيدة عن اللاين فمنقول عليها نفس الكلام اللي احنا قلنا فوق هنقول على اللاين لو هم from left to right نازل هنا negative نجاتف نجاتف كوروليشن وهنا نجاتف كوروليشن وهنا برضو نجاتف كوروليشن بس هنا perfect هنا strong وهنا weak perfect عشان النقاط على اللاين strong عشان النقاط قريبة من اللاين weak عشان النقاط بعيد عن اللاين هنا طبعا no correlation مفيش حاجة اسمها بالعرض او طول او عشان يبقى فيه تمام انما حكاية ان هي تبقى perpendicular او horizontal او vertical يعني دي كده horizontal او vertical دول معناها no correlation او تبقى مفرفطة كده يعني دي scattered كده ومفيش correlation بين يعني مفيش علاقة واضحة صريحة بين نفس الحكاية برضو هنا هنا ازاي اصنف بقى المواضيع دي اولا هنا linear كلهم linear معدد دي non linear طيب عرفنا linear من non linear هنا عندي positive negative هنا negative هنا positive هنا negative هنا positive هنا positive يبقى انا كده فهمت positive من negative من linear من من اللي مش linear طيب من ناحية strong strong عشان هنا النقاط قريبة من البست fit هنا weak عشان النقاط مبعصرة بعيدة هنا strong عشان قريبة من line هنا weak هنا strong عشان قريبة kind of strong وهنا تعتبر برضو strong لان النقاط مش مبعصرة زي هنا طيب negative عشان line نازل positive عشان line طالع positive positive curve curve نازل يبقى negative برضو وهنا curve نازل يبقى نازل يبقى انا كده لازم بعناي اقدر احدد انا عندي correlation ولا ما عندي correlation دي positive ولا negative correlation دي weak ولا strong correlation linear ولا مش linear تمام هنا برضو نفس الحكاية هنا طبعا perfect فقديها بقى الارقام بقى ايه اللي هي من 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 1 ل 0 ل 1 اي واحد من التلاتة دور اصنفهم بقى هنا معناها ايه معناها اننا هنا هو في طيب انا عندي هنا minus 1 انا عندي فوق ال line بقى ايه بقى strong negative هنا perfect لو انا كل النقاط على line يبقى perfect و negative عشان الخط نازل correlation هنا النقاط كلها مبعصرة وانا عندي خط مستقيم هنا correlation correlation ده هنا 0 0 يعني واضح وصريح احنا قلنا لو النقاط محدودة على خط ما بينهم ازاي مفيش علاقة اصلا طيب هنا في علاقة هاي طالعة يبقى positive correlation positive بس ويك عشان النقاط ايه مبعصرة بعيدة عن line طيب هنا perfect perfect عشان فوق line كلهم على line يبقى perfect و positive عشان line طالح تمام عشان كده اديتها ايه r equal to one يبقى r one لما تبقى minus 0.5 تبقى negative 0.5 تبقى weak positive تمام كده احنا يعتبر خلصنا كده خلص انا كده شرحت كل اللي موجود بالنسبة لي انا اللي انا عندي غير بقى الحاجات اللي هي موجودة في الكتاب اللي موجود في الكتاب نبص عليه كده بص سريعة هنا طبعا بيتكلم عن المين والميد وميد عايزني اجيب what is the mean جبت المين اهو total number of hours على total number of students جبتها وبعدين عايز الميد جبت الميد وما فيش مشاكل هنا خلاص تطبيق صريح هنا بيقول لي ايه بيقول لي the dot plot summarize taken 19 college if a student who takes 6 flight اه ده is removed ده كده outlier يعني بعيد عن الباقي الباقي وريبين من بعض ده اللي بعيد لو ده اتشال لو اتشال احنا قلنا اكتر حاجة بتتأثر بالاوتلاير هو المين لو الاوتلاير اتشال يبقى من اللي هيتأثر المين والدكريز لو اوتلاير كبير وشلته يبقى المين هينزل لان هو الاوتلاير هو اللي كان شدد المين ومكبره فاذا المين والدكريز صح الميدين بقى والدكريز ولا لا دي لازم بتتحسب لان احيانا بيتغير واحيانا لا يبقى الانسر هنا c يبقى ده معناها الانسر 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 لازم دكريز لحنا قلنا ان الاوتلاير اكتر حاجة بتأثر فيها الانسر الاول قبل المين يبقى المين والانسر هيدكريز والميدين اجرب اشوفه لانه ممكن يتغير وممكن ان هو يحصل بس ممكن يحصل فلازم دي تتحسب طيب هنا بيقول ده افريج كذا ريزنج هومني دي برضو كانت سهلة هي الفورم اللي هتتكتب كده هننعوض فيها وخلاص فمفيش مجال ان احنا نقولها عادي يعني سهلة هنا بيقول هنا اعرف منين بقى الديبييشن اني اعلى في الاتنين احنا قلنا لو المين كل داتا قريبة من المين يبقى الديبييشن قليل لو الداتا بعيد عن المين يبقى الديبييشن كبير لو الداتا بعيد فهنا المفروض ان هنا بيقول اللي جابها هتبقى بي بي اللي هو الديبييشن في بي از لارجر فين بي دي بي يعني الديبييشن هنا اعلى من هنا هنا لو قلت المين مثلا تو وهم كلهم قريبين من تو لان عندي اعلى حاجة هي تو نفسها وعندي اعلى حاجة هو الزير ودول قريبين جدا من تو انما السيكس بعيد وعندي منها قليل السيكس بعيد وعندي منها قليل فاذا ال داتا ار كلوسر تو زمين انما هنا الحاجة احنا قلنا هنبص دايما على الاطراف الاطراف بعيدة عن المين يبقى ازا هي دي اللي عندها هايد في ايش لو الاطراف بعيدة عن المين يبقى انا عندي يبقى الداة عاملة الاطراف هنا بعيد عن المين هو في النص والاطراف بعيد يبقى ازا لما الاطراف تبقى بعيدة عن المين يبقى ده معنا ان انا عندي هايد فيش طيب نيجي هنا اه هنا خاص بقى هنخش بقى في الشرح بتاع المسائل وده هيبقى في الفيديو جاي ان شاء الله